اشتركوا في القناة شاهدينا دكتور فيه اسئلة جاية لحضرتك كتير قوي بس اكتر اسئلة كنت بتتسئل ان في حد كان عنده قرحة في المعدة فكان عايزين معظم الناس تعرف ايه هي القرحة في المعدة وبتصرفوا معها ازاي وبتعاملوا معها ازاي هي قرحة المعدة ديت لها اسباب كتير من اهم من الاسباب بتاعتها اللي هي المسكينات الناس اللي عندهم امراض مزمنة في المفاصل او في العظام عموما وبياخدوا مسكينات كتير دي بتسبب لهم زي تقرحات كده في المعدة وبتسبب قلب شديد تاني حاجة جرسومة المعدة او احنا كنا عمزين نعرف عن جرسومة المعدة وجات لنا سئلة كتير قوي عليها فياريت حركتها قدلنا اكتر عنها جرسومة المعدة دي عبارة عن نوع من البكتيريا البكتيريا دي بيبقى شكلها حلزولي البكتيريا دي بتيجي عن طريق ان الواحد بيأكل مثلا اكل ملوس او بيشرب حاجة ملوسة بالبكتيريا ديت فبتخش المعدة وبتعمل زي جرح كده او يعني خدش في جدار المعدة وبعد كده الخدش ده بيزيد وبيعمل قرحة القرحة دي طبعا بتسبب الام في المعدة خاصة بعد الاكل بيجي مريض القرحة المعدة بيشتكي من الام بعد الاكل كده بنص ساعة وبيشتكي طبعا من اوقات غسيان اوقات بيتعمل زي سد للشاهية فعشان كده دايما مريض قرحة المعدة بيخس بالنسبة طبعا للحاجات اللي هي المفروض يتمنع عنها المفروض يتمنع بتاتا عن المسكنات وانا بحذر الناس كلها طبعا انها ما تاخدش المسكنات عمالة على بطال كده والاسبرين وطبعا نعالج جرسومة المعدة ده الحاجات دي في الحاجتين يعني سواء جرسومة المعدة او سواء القرحة المعدة اه طبعا لان الاتنين بيسببوا تقرحات في المعدة تمام دكتور معينا سؤال من استاذ احمد ابراهيم بيقول ان هو عنده القولون العصبي ودايما بيشتكي من معدته يعني فيتعمل معه ازاي القولون العصبي ده هو مش مرض معين هو بنسميها متلازمة متلازمة يعني حاجة بتشمل اعراض كتير فالقولون العصبي ده اللي هي متلازمة القولون العصبي اللي هو الاريتابول بول سندروم سندروم دي معناها متلازمة يعني بيبقى فيها انتفاق في البطن بيبقى فيها الام في اسفل في الجزء السفلي من البطن اوقات بيبقى معاه امساك اوقات بيبقى معاه اسهال ما بيبقاش عارف بالضبط اللي عنده ايه اوقات بيجي معاه مثلا الم في الصدر واوقات بيجي معاه ديء شوية في التنفس وكل ده طبعا نتيجة الانتفاق البطن ما بيبقاش عارفه ممكن فيه ناس كتير اوي بتغلط ما بين امراض القلب وامراض القولون طبعا هي ملهاش سن معين ولا ديها سن؟ لا دي يعني ملهاش سن معين بس دايما بتيجي في الناس اللي هم الانكشس اللي هم الناس اللي بتشتغل في حاجاتها متوترين على طول معرضين للسترس معرضين للتوتر والقلق وبيبقى عندهم شوية في اضطرابات في النوم فهم دول غالبا اللي بيبشتكوا من القولون العصبي واحنا طبعا بنشخص القولون العصبي دوت بعد لما نستبعد كل انواع الامراض يعني بنعمل مثلا تحليل بوراز نلاقيه سليم بنعمل اشعة تلفزيونية على البطن اللي هي سليمة بنعمل كل التحليل اوقات بنعمل منزار كمان على القولون بنلاقيه سليم ساعتها لما الواحد بيشتكي من الام في البطن بتجيله مثلا ثلاث مرات في الاسبوع لمدة مثلا خمس ست شهور دي وملهاش اي سبب ما بنبقاش لقيل لها اي سبب ساعتها بس بنقول دي امراض ايه القولون العصبي وهل هو فعلا ملوش علاج فعلا يعني دي حقيقة ان هو ملوش علاج ولا ممكن حاجة تخفف شوية لا ليه علاجات طبعا ليه بنيدي حاجات بتقلل التوتر بنيدي حاجة مهدئة شوية كده بالليل زي حاجة اسمها دجماتيل بنيدي حاجات بتقلل الانتفاخات بنيدي اوقات مطهرات للمعدة وللقولون عموما وطبعا برضو من اسبابه اوقات الجرسومة المعدة برضو بتسبب تهيك في القولون وبتسبب الالام في القولون العصب طيب اوكي من الرسائل اللي جات لنا كمان على الصفحة فيه حد بيسأل هو على طول حاسس ان هو مصدع وحاسس بتقل في عينه فبيقول ان الناس حواليه بتقعد تقوله ان انت ممكن يكون عندك ضغط عالي فهو امتى هيبدأ يعرف انه فعلا مريض ضغط ويروح للدكتور ويبدأ ياخد علاجات وكده يعني امتى هو مرض الضغط دوت من الحاجات اللي احنا دايما بناكتشفها بالصدفة يعني ممكن واحد يبقى كده رايح عادي بيشتك من اي حاجة تانية وبنقس الضغط بنلاقي ضغطه عالي فطبعا احنا ما بنشخصي الضغط دوت الضغط المرتفع من اول مرة بنخلي المريض بييجي بيرتاح في العيادة عشر دقايق ربع ساعة وبعد كده بنقس له الضغط وبنخليه قس الضغط دوت على اقل لتلات اربع مرات في الاسبوع في اوقات مختلفة وبردو بنفس الطريقة لو الانسان دوت لقين عنده الضغط فوق المية واربعين على تسعين تلات مرات في اوقات مختلفة ساعتها بس بنحنا كده بنشخصه ان هو عنده ضغط ولازم يبدأ دلوقتي يروح لدكتور ويتعالج ساعتها طبعا لما بيثبت ان هو عنده ضغط يبقى لازم ياخد العلاق تمام دكتور فيه سؤال من استاذة نادا بتقول ان هي حامل في الشهر الثالث ودايما بتقيس الضغط والضغط بتاعها دايما عالي والناس الحامل ما بتاخدش ادوية او حاجة زي كده يعني فهي عايزة تعرف تعمل ايه؟ طبعا اي واحدة حامل فاول ما بتعرف انها حامل على طول المفروض انها بتعمل حاجة اسمها انتي نيتا الكير او اللي هو متابعة الحمل فبتروح على طول الدكتور النسب بتاعها بتتابع الحامل وهو طبعا اول ما بتروح في اول زيارة لها لها بعض الحاجات لازم طبعا الدكتور بيعملها اول حاجة ان هو بيقس لها الضغط تاني حاجة بيطلب منها بعض التحاليل واهم التحاليل ديت اللي هو بيحلل السكر بيحلل البول بيحلل لها صورة الدم عشان نشوف لو كان عندها اي انيميا او فقر دم بيحللها الار اتش عشان يعرف اذا كانت هي ار اتش سالب او موجب وطبعا بنعرف برضو الزوج لو كان سالب او موجب بحيث لو فيه اختلاف ما بين الزوج والزوجة في الار اتش دي ساعتها بنعرف ان احنا لازم ندي المريضة ديت حقنا عشان تتفادى اي مشاكل لها وللجانين بعد كده في الولادة بنديها حقنا طبعا في الشهر الخامس وحقنا في الشهر الايه بعد الولادة على طول بالنسبة طبعا للضغط عند الحامل ده مهم جدا لها لازم تتابعه لان بعد الشهر الخامس لو الضغط استمر في الارتفاع دي ساعتها بنسميها مقبل تسمم الحمل لازم طبعا ساعتها بنكتشف اذا كان ممكن رجليها مثلا تبتدي تتورم او يجي لها صدع شديد او في الحالات بقى الشديدة لما بتقلب بقى لتسمم الحمل اوقات بيحصل معها تشنجل فمهم جدا 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 لأي سايدة حامل انها تتابع الضغط خصوصا لو هي كان عضاها ضغط في الايه في المرات السابقة او في الحامل السابق او هي اصلا كانت مريد الضغط طبعا العلاج بتاع الضغط في الحامل بيختلف تماما عن علاج الضغط في الايه الست اللي هي مش حامل طبعا دكتور انا عايزة اسأل حضرتك هوا تسمم الحامل اللي انت قلت عليه ده اللي هو السكر بتاع الحامل اللي بيجي لأي حد حامل او كده هو ده تسمم الحامل يعني تسمم الحامل دوت عبارة عن مرض بيبقى فيه على اقل حاجة تلت حاجات بيبقى فيه ارتفاع في الضغط بيبقى فيه زلال كتير في البول وبيبقى فيه صدع شديد وتورم في الجسم عموما الست بتلاقي نفسها فجأة كده كلها تنفخت يعني مشها تنفخ رجلها تنفقت ايديها تنفخت وبيبقى عندها ارتفاع جامت في الضغط وبيبقى عندها بروتين او زلال كتير في البول ده ساعتها بتقول انها تسمم الحامل طيب وده اوقات بتسبب يعني بتقدي الى تشنوجات في اخر الحم دي طبعا العلاج بتاعها ان احنا بنولدها بنولدها بدري على قد ما نقدر اول ان شاء الله يوم واحد مثلا في الشهر التاسع بنولدها على طول وطبعا تبقى بعملية قيصرية هو مع الاسف ان احنا وصلنا لنهاية فقرتنا طبعا كنتمنا ان حرك تكملي اكتر وبنستفيد من حضراتك اكتر بس مع الاسف وقت الفقرة خلص نتمنى تكون الفقرة عجبتكم واستنونا في الفقرات اللي جايها استنونا اشتركوا في القناة